سيادة الوائلة لو لو إسرائيل أقدمت على عملية برية غير محسوبة هل هتبقى دي فرصة المقاومة الفلسطينية في الثقر؟ ما فيش شك ولذلك معنا بنقول ده أحد السيناريوهات وبنسميه السيناريو الأسوأ أو السيناريو المتشائم اللي إسرائيل لو لجأت ليه طبعا هتعرض الرهائل للقتل الأسرة للقتل وإن كانوا هم عندهم قانون بيبيح لإسرائيل أنها هي نفسها اللي تضرب القتل بتوعهم الأسرة بتوعهم تموتهم ده شيء وارد إنما بالنسبة للرهائل هتجد لسه الدول اللي لها رهائل سواء كان كل الدول الغربية وتلاقي ده بيكلم على رهينة وده على اثنين وده على عشرة هو ده أحد الأسباب اللي يمكن بيضغطوا على إسرائيل لا بس أنا في رأيي لو إسرائيل قدرت تنزل نسبة التدمير اللي بقول عليها أكثر من 90% في المقاومة هتكتاح ولن تعمل أي بال لرد الفعل العالمي ولا للشرع الفلسطيني يعني هم عايزين يثبتوا وجودهم حتى على قدام العالم ردا على عملية طوفان الأقصى اللي كانت صفعة قوية جدا للجيش الإسرائيلي ولكل الأنظمة الإسرائيلية سواء كانت استخباراتية أو أي نظام فيها وبالتالي هم كل اللي موقفهم أن المقاومة الفلسطينية قوية مش قادرين يحددوا فين يضربوا مش قادرين يحددوا القوة اللي هيهجموها وبالتالي هتبقى مجزرة مش في الإسرائيليين بس لا في كل المحيط اللي موجود حواليها وده يمكن اللي مخليهم منتظرين يعني ممكن الحال يستمر على كده وممكن شهر ممكن شهرين طالما استمر الحال بالمنظر ده مش قادرين يحددوا فين المقاومة إلا هتربوا طيب سيدة اللوة ريتشارد هيغت وهو المتحدث باسم قوات الاحتلال قال الكل بيتحدث عن عملية برية لكن من الممكن أن يكون هناك أمر آخر دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل السيد أيضا دانيل كيرتز وهو كان سفير لي الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل من عام 2001 إلى 2005 اتكلم قال برضو أنه من الممكن أنه ما يكونش فيه عملية برية لكن من الممكن أن تتم على مراحل نفهم إيه من هذه التصريحات شوف فيه أربع سيناريوهات ما لهمش خامس بسرعة كده السيناريو رقم واحد أن يبقى الحال على ما هو عليه بالشكل ده يقعد يضربه في بعض إلى مالة نهاية وده المجتمع الدولي متراخي ومنتظر المساعدات إلى حد ما تدت تدخل للفلسطينيين يعني العملية تبقى فيها نوع من التوازن إلى حد ما ده بقاء الحال على ما هو عليه الأكثر احتمالا بقى اللي هم بيتكلموا عنه دلوقتي إن خروج المقاومة زي ما خرج عرفات من لبنان سنة 82 حماس كلها تخرج كده وتاخد معها الرهائن وتاخد معها الأسرة وفي دولة كبيرة تاخدهم توديهم إلى منفى مختار قد تكون إيران ويروحوا هناك ويسلموهم الأسرة يوبا كده حماس حفظت نفسها دون تدمير ودون إراقة دماء وأيضا حفظت على الرهائن وعلى الأسرة وقد يكون هناك أيضا باباد الأسرة من السجون الإسرائيلية ده الاحتمال اللي هو الأكثر وقوعا لأن العالم كلهم برضو عايز مش عايز خسائر فيه الرهائن بتوع صفي ده الاحتمال الأكثر الاحتمال اللي هو الأسود أو السيناريو المتشاهم اللي أنا قلت عليه اللي فيه الاجتياح السيناريو الرابع وده السيناريو المتفائل إنه يقدر الأمم المتحدة وإقدر مجتمع الدول يضغط وإنه يضغط في إطلاق نار ونتفاهم ويبقى فيه تبادل أسرة فيه تقبل منظمة التحرير تبتد تتدخل وهي اللي تحكم في غزة وإن كان طبعا هم بالشكل ده يعني حماس بقدر إن كانها تقدر زي ما بنقول نبدأ تتكلم في حل الدولتين وتستمر الأمور في لتكي مواصلة السورة زي ما حصل قبل كده في الصرص المسبوب وحمود الغيم والجرف الصامد وكل ده انتهى بالمفاوضات وتحل السلمان